أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن التاريخ والتجربة قد أثبتت أن مصاري التعاون والبناء والتنمية دائما ما يمهد الطريق إلى النجاح والازدهار بخلاف مصاري المشاكل والأزمات التي يحضر من موارد الأمم ويستهلك منطقتها مشيرا إلى الإمكانات الهائلة للتعاون المشترك التي تتمتع بها دول حوض النيل وإفريقيا بوجه عام حيث طالما مثل هذا النهج الإطار الحاكم لسياسة مصر في التعامل مع عمقها الإفريقي هو ما تجسد خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي وكذا في تفاعلها مع كافة الشركاء الدوليين للقارع جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الفريق موهيزي موسيفيني قائد القوات البرية الأغندية بحضور الفريق أول محمد زاكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود دعم التعاون العسكري بين البلدين خاصة ما يتعلق بمشاركة الجانب الأغندي في الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها من قبل وزارة الدفاع المصرية مشيدا في هذا الإطار ما يجمع البلدين من تاريخ مشترك في الدفاع عن قضايا القارع الإفريقية والسعي لتحقيق مصالحها من جانبه نقل قائد القوات البرية الأغندية تحيات وتقدير الرئيس الأغندي يوري موسيفيني للرئيس السيسي مشيدا بعمق وبتميز العلاقات بين الدولتين وما يجمعهما من روابط تاريخية ممتدة ومؤكدا على حرص بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في المجالة كافة خاصة في المجال العسكري والأمني وأعرب قائد القوات البرية الأغندية عن تقدير بلاده للدعم الفني الذي تقدمه مصر لبلاده في العديد من المجالات التنموية خاصة في ظل دور مصر المحوري في دعم السلام والاستقرار والتنمية بالقارة الإفريقية